أستاذ تركي أنا هذه قناعتي وهذا رأيي لكن من تحجبته ومن اختلف معي ويرى رأيا آخر فشأن الجامعي أنه يعطي رأيه ويسمع أراء الآخرين إن أراد أن يهتدي بها إهتدى وإلا فهو ملزم بما قاله الزام شخصي هذا يلزمني أنا فقط طيب يعني أنت لا تدعون إلى لا تدعين إلى نساء المسلمين لخلع الحجاب لا أدعو لا إلى خلع الحجاب ولا أدعو إلى الاقتداء بمنجي السويحي من أنا أنا أستاذة جامعية باحثة ليرأي من أراد أن يأخذ به فهو حر ومن لم يرد أن يأخذ به فهو حر وأحترمه كذلك طيب أنت كتبت أيضا دكتورة منجي السويحي مقالا في 23 مارش في 2005 عن مجلة الأحوال الشخصية قلت فيه منعت مجلة الأحوال الشخصية أو منعت مجلة الأحوال الشخصية تعدد الزوجات في الفصل الثامن عشر والعبارة التي منعت تعدد الزوجات ممنوع كل من تزوجها في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها 240 ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزوج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون ويعاقب بنفس العقوبة كل من كان متزوجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون ثم تقولين لا يتعرض منع تعدد الزوجات مع الإسلام لأنه أولا لم يأتي بظاهرة التعدد ليفرضها على المجتمع ولكنه وجد ظاهرة متفشية عند العرب بلغ فيها عدد الزوجات العشرات فعالجها بحكمة في ذلك العصر بأن هذبها فحددها في أربع زوجات على وجه الإباحة والمباح يمكن تركه ويمكن للمجتهد منعه والثاني أن اشترط الإسلام شروطا يستحيل معها التعدد منها العدل بينهن وتحقيقوا هذا الشرط مستحيل ألا ترين تقولين أيضا عندها لا يجوز الاقترام بغير واحدة فقد قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ألا ترين أنك هنا تلوين عناق النصوص عندما تأخذين نصا من مجلة حكام عدلية ثم تضريبين به نصا صريحا محكما في تعدد الزوجات وارد في القرآن الكريم يا أخي ما تركت شيء ما شاء الله عليك بالنسبة لتعدد الزوجات أنت قلت أخذت نصا يعني قانونيا لتضريبين به نصا شرعيا لا هذا الكلام لا أوافقك عليه يا أستاذ لأن مجلة الحوال الشخصية مصدرها الأساسي هو الإسلام واجتهاد المسلمين واجتهاد علماء تونس الفتاح المعروفين بذلك مع التقديم الجميع لكنها لا توازي النصوص القرآن لا هنا توازي أقول لك كيف ذلك بالنسبة للقرآن الكريم أنا وضحت لك أن أزيد توضيح بالنسبة للقرآن الكريم لما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهل أتى بالتعدد؟ لم يأتي بالتعدد إنما وجد للرجل عشر نساء مئة امرأة إلى غير ذلك فأمرهم بأن ينكحوا مثنى وثلاثة أو ربع ما طابة لحظي ما طابة ما طابة لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع هذا من جانب الإسلام قلت لم يأتي بالتعدد الجانب الثاني هذه الآية والتي كثيرا ما يخفيها أهلماء المسلمين من الرجال نزلت في العدل في اليتيمات أصلها لم تنزل في تشريع التعدد لأن كان هناك في الجزيرة العربية من إذا بقيت عنده ابنة يعني يتيمة قريبة وتكون جميلة ولها أموال يتزوجها ويأخذ أموالها وإن كانت غير جميلة وهذا كلام المفسرين فإنه يعذلها أن تتزوج ويأخذ أموالها قال لهم ربي سبحانه وتعالى هسيبوا هالبنات هذوما واعطيهم حقوقهم ولكم الحق في الزواج مثنى وثلاثة وربع هذه النقطة الأولى النقطة الثانية كيف لا يتعارض الفصل 18 مع القرآن لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت الآياء فانكحوا وإن لم تعدلوا فواحدة الإمام التبري اللي هو من رجال القرن الثالث للهجري التاسع للميلاد يقول بصريح العبارة ومن لم يعدل في الواحدة فلا يتزوجها شوف قمة علمائنا اللي هما عندهم حتى إذا لم يعدل مع واحدة فلا يتزوجها حتى إذا كان أنت جبت زوجة وظلمتها وعتديت عليها فليس من حقك الزواج ثم يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو خرصتهم لن الزمخشرية نتفقوا على أنها عدم العدل المطلق أما أن يقول لي العدل في القلب وفي المحبة وفي المبيت عندها وغير ذلك في الإنفاق وفي الإنفاق هذا بالنسبة لي أنا دائما أقول هذا رأيي الشخصية بالنسبة لي أنا المرأة هل تشترين أن العدل يجب أن يكون فيه والله أنا ما فيش عدل أكثر من كون الزوج يحب زوجته ويكتفي بالزوجة الواحدة هذا رأيي وكما قل حسنا لو تزوج إثنتين وعدل بينهما بالحب يعني هل ترضي أنت ترين هل القلب يحب إثنتين لا يحب إثنتين ثم نعود بالنسبة للفصل 18 رأيت أنه لا يتعارف مع القرآن ثم هو ممتد أحنا في تونس في أصلتنا قبل المجال الحوالي الشخصية كم كانت نسبة تعدد عندنا كانت أربعة في المئة في الأريف يعني للفلاحة وعندنا أحنا تقليد في تونس الصداق القيرواني كانت المرأة قديما من القرن التسع الهجري تشترط على زوجها أن لا يعدد عليها ومنهم أروى زوجة أبو جعفر المنصور أروى القيروانية تشترط عليه أن لا يتزوج عليها وأن تكون تعيش معه بالصداق القيرواني حتى النبي الله مصري وسلم أنه يشترط على علي أن لا يتزوج عني جايتك الموضوع هذا وبالنسبة لسيدنا علي لما جاء الخبر وجاءته فاطمة رضي الله عنها وتقول أنك لا تغير لبناتك وتعرف القصة كيف طلع المنبر وقال فاطمة مني فاطمة مني أنا أني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن معنى ما يؤذي فاطمة يؤذيني أنا ومنع ذلك التعدد إذن كيف نقول لا ترين أنه حكم خاص لأنه علي عدد بعد فاطمة لأنه نحن 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 في الإسلام هكذا حكم خاص الخصوصية قتلتنا حكم خاص حكم عام هل ترين أن علي بنبي طالب رضي الله عنه أخطأ عندما عدد بعد وفاة فاطمة والله لا أستطيع أن أقول علي أخطأ أو الحياة الاجتماعية كانت بهذا الشكل فلا نستطيع لا نخطأ علي ولا نخطأ عثمان رضي الله عنهم جميعا ولا نخطأ أحدا منهم إنما المهم الذي يهمني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تتزوج على ابنتي فاطمة هذا يعني هذا أنا أخذ منه حكم شرعي بمنعة عدد الزوجات ولي الحق في ذلك لي الحق يعني لما أقول لي الحق كدولة كشخص كمجتهديين كعلماء ثم القاعدة الأصولية اللي معروفة أن للحاكم للحاكم أن يمنع المباحة إذا رأى فيه ذلك أنا مش قاعدة قارن أن يشرع ذلك في الدولة أنا قاعدة قارن أن يعتبر ذلك حكما ويمنع بالتالي يعني من يعدد يعتبره خارجا عن أحكام الشريعة أنا قلت لك هذا منين جاء القاعدة الأصولية منين جاء جاءت من الشرع يقول لك للحاكم أن يعتل حكما مباحا إذا كان فيه ضرر وإحنا الحمد لله تعادل الزوجات يعني لو لم تمنع تعادل الزوجات لكنا الآن ثلاثين أو أربعين مليون للمذيع أن يعطل الكلام إذا انتهى الوقت فاصل قصير نعود بعده لتعطيل التوقف في حوار مع الدكتورة منجي السواحي فبقوا معنا شكرا حياكم الله في إضاءات مجدداً أيها الإخوة والأخوات الأخوات والأخوة بما أننا عندنا اليوم الدكتورة منجية السويحي أستاذة التفسير وعلوم القرآن في جامعة الزيتونة في تونس حياك الله يا دكتورة منجي شكرا دكتورة كنا نتحدث عن يعني إشارتك إلى أنه أنت ترين أنه حكم شرعي منع تعدد الزوجات أليس كذلك أو ترين أن الضرورة تمنع التعدد لا أرى أنه يمكن الأمور المباحة يمكن أن تمنع تعدد الزوجات مباح ولمجال الأحوال الشخصية الحق في أن تمنع ذلك المباحة لا أرى أنه حكم شرعي أن الشرع يمنع التعدد ترين أنه يجوز للحاكم إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك أيضاً تتحدثين على أن التعدد هو ظاهرة اجتماعية قبل قليل تقولين أن الحجاب ظاهرة اجتماعية وتعدد ظاهرة اجتماعية يعني معظم أحكام الإسلام أصبحت ظاهرة اجتماعية على ما بقي من الإسلام كل يعني أي حكم ممكن أن نصفه أنه ظاهرة اجتماعية لكن هذا لا يعني يعني أن مجرد كون الحكم ظاهرة اجتماعية أن نتنازل على الحكم وليس كذلك لا يعني ظاهرة اجتماعية كل الظاهر الاجتماعية نتنازل عنها لا ولكن الظاهر الاجتماعية التي يمكن الاجتماعية فيها ويمكن تأويلها ولا أحد يمتلك الحقيقة فيها ويمكن كما تعدد مثلاً التعدد يمكن أن يكون فيه صالحة منع التعدد ليش لا؟ طيب خليني أنتقل قصة أخرى لأن القصة ما شاء الله كثيرة عندك كتبتي أيضاً مقالاً في 13 نوفمبر 2005 ماذا تسمون النوفمبر؟ عليش تزعج ستكلم لأشياء نوفمبر ماذا ما شاء الله تفقين علي هذا من اتفاق الأمة اتفقت الأمة على نوفمبر الحمد لله كتبتي مقالاً بعنوان لباس المرأة بين الجاهلية والإسلام قلت فيه لما جاء الإسلام وجد النساء تتفنن في اللباس والزينة بالغت بعضهن فخرجت على الأدب العامي في الستر فكشفنا الصدور والأناق والثديين فدعا إلى الستر وتذيب الألبسة الخليعة لتراعى الآداب العامة وقيمة الحياة الاجتماعية أما فصل النساء عن الرجال وحجزهن في حجر منزوية ومنعهن من المشاركة في الحياة ليس من الدين الإسلامي في شيء بدليل عمل النساء مع الرجال والتحدث إليهم ما الدليل أولاً على وجود خروج على الأدب العام في اللباس في بدل الإسلام الدليل للدراسات التي توجدت والبحوث التي توجدت والمصادر والمراجعة التي قريت منها واستقيت من هذه المعلومات هذه المعلومات ليست من عندي أنا أعتقد تحدثين عن كشف للثديين ثم تقولين أن الحجاب ظاهر اجتماعية كيف نجمع بين المعلومة هذه وبين كل الحجاب ظاهر اجتماعية لما قال يضربنا بجيوبهن بحمرهن على جيوبهن دعا الإسلام إلى الستر والإسلام دين متوازن مع العلم أني أنا لست مع المرأة التي تخرج يعني عارض الفجيين وعارض اليدين وعارض الرجلين وأن كنت دائماً أقول كل حر في اختيار اللباسي لكن هذا رأيي أنا لأن المرأة وأنت تعرف أستاذ تركي أن كل نساء المرأة المناضلة المرأة المثقفة لا يمكن أن تجعل جسدها بضاعة في اللوين